يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة اليوم حلقة غاية غاية في الأهمية عندنا فيها مواضيع وأضايا كتير جداً هنتكلم فيها على مدار الفكرات المختلفة الخاصة بحلقة النهاردة هنتترك للجانب العالمي الجانب المحلي قبل كل ده كل الأضايا والأخبار اللي بتخص نادينا الحبيب النادي الأهلي هنتكلم فيها فيه تفاصيل مهمة جداً ومتوضحات غاية في الأهمية تابعونا بلحظة على مدار حلقة النهاردة كمان عندنا تفاصيل أخرى كتير تتعلق بالجانب المحلي قد نتطرق لها لكن اللي قبل كمان كل ده واللي هنخدم عن نهاية الحلقة زي ما احنا متعودين دايماً هو تفاعل حضراتكم من خلال سؤال حلقة النهاردة من برنامج التريند والسؤال بيتعلق بكأس العالم الأندية بمناسبة أن القرعة بكرة بإذن الله تعالى ساعة ستة بتوقيت القاهرة ستة مساء عشان نعرف هنلاعبين في كأس العالم الأندية بإذن الله تعالى ففي رأيكم ايه هي أفضل نسخة الكأس العالم الأندية شارك فيها النادي الأهلي هناخد تفاعلكم في الجزء الأخير من الحلقة زي ما احنا عارفين دائماً وأبداً مستنين طبعاً تواصل حضراتكم معنا من تلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام دايماً البداية بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الأهلي يطلب من وزير الرياضة واللجنة الأولمبية اعتماد فوز العام بفاروق بمنصب نائب الرئيس بلتسكين لسه مع تريند الأهلي الجهاز الفني يبدأ التجهيز لمعسكر الإمارات أما في تريند المحلي المنتخب يبدأ الاستعداد لكأس العرب بقطر طيب عشان الحلقة دسمة جداً فخليني أبتدي معكم برتم سريح شوية وأقول لحضراتكم أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات العالمية النهاردة في الدوري الإنجليزي عدد من اللقاءات الهمة الساعة 4 ابتدى لقاء كل من برينتفورد مع إيفرتون الشوت الأول انتهى بتقدم برينتفورد نتيجة 1-0 ليستر سيتي مع واتفورد الشوت الأول انتهى بتقدم ليستر سيتي بنتيجة 3-1 منشستر سيتي مع وسط أمينواتي بمباراة قوية جداً انتهى الشوت الأول بتقدم منشستر سيتي بهدف مقابل لاشي من ضرب الجزاء حرزها جوندجان أما مباراة بيرنلي وتوتنم هوتسبير واللي كان المفترض انطلاقها في تمام الساعة الرابعة عصراً أيضاً في نفس التوقيت تم تأجيلها بسبب سكوت السلج وسوء الأحوال المناخية فهيتم تحديد موعد لاحق لها أما المباراة الأخيرة النهاردة وهي قمة الجولة هتكوننا بين تشيلسي ومانشستر نايتز في الستانفورد بريدج الساعة 6 ونص مساء مباراة قوية جداً 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 ده بخصوص الدوري إنجليزي أما فيما يتعلق بالدوري الأسباني فالنهاردة أيضاً في عدد من اللقاءات ريال بتيس مع ليفانتي انتهى الشوت الأول بتقدم ريال بتيس من نتيجة 3-1 الساعة 5 وربع إسبانيول حيلاعب بريال سويسيداد الساعة 7 ونص قادش مع أثليتكو مدريد والساعة 10 بالليل الريال مدريد مع إشفليات دوري الإيطالي الدونيزي مع جنوة تعادل سلبي الشوت الأول أو انتهت المباراة تعادل سلبي بدون أهداف ميلا مع ساسولو ساسولو منتقدم على ميلا بعد انتهاء الشوت الأول بالنتيجة 2-1 وسبيزيا مع بلونيا تعادل سلبي بدون أهداف لسه المباراة مع خلسيتش روما الساعة 7 مع تورينو ونابولي الساعة 10 لربع مع لاتسيو دي أهم وأبرز اللقاءات في مختلف الدوريات العالمية والدوريات اللي بتبقى مصيرة جدا جدا وبيتبحها كم كبير من جمهير الكرة حول العالم التفاصيل كلها هتكون بعد الفاصل معنا استنونا أهلا بحضراتكم من جديد نركز مع بعض خطوة خطوة ونقطة ونقطة في الكلام اللي هنتكلم فيه لأنه كلام مهم جدا محتاج تركيز وتركيز كبير قوي قوي كمان بخصوص موقف السيد العمري فاروق اللي نجح بالتسكية في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي على منصب نائب الرئيس والجدل الكتير اللي حصل بشكل يعني غير واضح أو غير مبرر بالتحديد فأنا عايز أشرح لحضراتكم كل التفاصيل وكل الخطوات اللي اتخذها النادي الأهلي في هذا الاتجاه وهو اتجاه انعقاد الجامعية العمومية للنادي الأهلي الانتخاب مجلس إدارة للنادي جديد بشكل مفصل وبكل الخطوات المهمة جدا لان احنا زي ما احنا متعودين دايما للأهلي بياخد كل الخطوات الإجراءات القانونية بالشكل المنصوص عليه في لايحة النظام الأساسي وبالتنصيق مع مختلف الجهات الرسمية في البداية الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تمام بيستندوا للمد رقم 43 في لايحة النظام الأساسي للنادي الأهلي واللي بتتعلق بقصة التسكية وان ما تمش تطبيق الخطوات اللي من خلالها يتم الموافقة على انتخاب السيد العمر فاروق كنائب لرئيس النادي الأهلي بالتسكية فاحنا حنشرح حنشرح لحضراتهم الخطوات اللي تم اتخاذها خليني يبتدي كده واحدة واحدة وركز برضو معايا تاني واحدة واحدة أولا الجهة الإدارية اللي هي مين؟ اللي هي وزارة الشباب والرياضة تبعت تبعت ماشي؟ ورجعت واعتمدت كل الإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يعني الأهلي اتخذ إجراءات وتم اعتمادها من الجهة الإدارية اللي هي وزارة الشباب والرياضة تمام؟ الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية الإجراءات كلها تم يعني مرجعتها واعتمدها كمان بشكل كامل وتم متبعتها من البداية لحد الآخر خالص. لحد إعلان النتائج. وده بعد تفوض من مين؟ من اللجنة الأولمبية المصرية. وده التسلسل الطبيعي. اللي بيحصل بخصوص أي انتخابات أو بخصوص أي أمور من هذا القبيل يعني. ولم تشر الجهة الإدارية وده أمر مؤكد جدا. لم تشر الجهة الإدارية. إلا سمت أي أخطاء حصلت في هذه الإجراءات. بدليل أن تم المراجعة وتم المتابعة في البداية قبل المراجعة وتم الاعتماد. فطالما ما اعتمدت يبقى ما كانش فيه أي مشاكل. يبقى ما كانش فيه أي خطوات غلط. يبقى ما كانش فيه أي جزء من الأجزاء اللي نقصة. حلو حلو. فدي جزئية مهمة جدا. الجهة الإدارية كمان إيه؟ اعتمدت أسماء المرشحين وأوراق ترشحهم. بيبقى فيه مرشحين بيقدموا أوراقهم. تم اعتماد الأسماء وتم اعتماد أوراق ترشحهم. اللي هي الأوراق اللي بيبقى مطلوبة عشان تترشح على المنصب اللي انت عايزه داخل مجلس الإدارة. بخاص بأي نادي بالمناسبة. وده أمر طبيعي. فالجهة الإدارية اعتمدت كل الأوراق دي وكل الأسماء دي بشكل طبيعي جدا من غير أي مشكلة ومن غير أي ملاحظات خالص. وكمان الحاجات دي كلها موجودة من خلال مكتبات موجودة في النادي الأهلي. مكتبات رسمية. لأن برضو دي حاجات وخطوات طبيعية لازم يتم اعتمادها بالشكل الرسمي الصحيح. تجنبا لأي أخطاء قد تحدثين. الجهة الإدارية هنا اللي حضراتكم طبعا إيه؟ وجهة النظر الخاصة بالنادي. واللي هي أصلا مش محتاجة. يعني الموضوع بسيط جدا. وما فيش أي مشكلة خالص. والإجراءات واضحة وضوح الشمس. يعني ما فيش أي مشكلة في الإجراءات. ولما حضراتكم هتسمعونا للآخر هتعرفوا إن الإجراءات ماشية بشكل صحيح. وحنشوف الأمور هتمشي إزاي. الجهة الإدارية كمان هي اللي اعتمدت إيه؟ اعتمدت إيه؟ وختمت استمارة التراشع. أو استمارة التصويت. المدرك بيها اسمي مين بقى؟ اسم السيد العمري فاروق. والمدرك فيها إيه؟ إنه هو مرشح على منصب نائب الرئيس بالتسكية. كاسم وحيد مرشح في المنصب ده تحديدا يعني. الاستمارة إيه؟ قدامنا على الشاشة. ما حضراتكم شايفينها. الاستمارة فيها خانتي إيه بقى؟ وهي دي النقطة الأهم. خلي بالك النقطة الأهم. الخانتين موجود فيهم إن هي أوافق أو لا أوافق. يعني يحق لأي واحد من أعضاء الجميع الأمامية اللي هو الحق في التصويت إنه هو يوافق على ترشح السيد العمري فاروق أو لا يوافق على ترشحه على منصب نائب الرئيس. تمام؟ لاعتماد الفوز بالتسكية. النقطة خلي بالك شايف مطلوب اعتماد الفوز بالتسكية المكتوبة فوق خانتين موافق وغير موافق. في حاجة بالله أحمر هي مكتوبة؟ مطلوب الاعتماد الفوز بالتسكية. لو موافق هتعلم على موافق. غير موافق هتعلم على غير موافق. هل ده مش بيمثل أو معناه عرض أمره بشكل رسمي على الجمعية العمومية والتي قامت بالتسويت عليه سواء بالموافقة أو لأ. يعني الجزئية دي تحديدا لأنه هنا نقطة الخلاف أو هي وجهة النظر عند الجهة الدارية رغم أنهما كانوا اعتمدوا. لكن هي وجهة النظر هنا بيقولك تبقى للمادة 43 في لاحية النظام الأساسي للنادي الأهلي أنه ما تمش توضيح حتة أنه يبقى بالتسكية أو الإجراءات ما كانتش ماشية بالشكل المطلوب. لكن أوري لحضراتكم بشكل دقيق جدا أنه كان موجود خانتي أوافق أو غير أوافق على الترشح السيدة العمري فاروق للمنصب وإيه علشان تعتمدوا بالتسكية موجودة فوق علشان ما يبقاش فيه أي لط. فكل الإجراءات هي واضحة. تمام؟ تعالي نكمل تاني. محضر منقشة جدوى الأعمال الجمعية العمومية اللي وقع عليه أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات واللجنة الأولمبية والجهة الإدارية وفي حضور رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والموجود بحوزة النادي مدرك ضمن بنوضه اعتماد فوز العمري فاروق بالتسكية والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تعلم ذلك. تاني. محضر منقشة جدوى الأعمال الجمعية العمومية اللي وقع عليه مين؟ أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات واللجنة الأولمبية والجهة الإدارية وفي حضور رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب موجود بحوزة النادي ومدرك ضمن بنوضه اعتماد فوز العمري فاروق بالتسكية والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تعرف كده كويس جدا. تعال لنقطة الخامسة. الجهة الإدارية هي التي وافقت على إدراك اسم العمري فاروق في استمارة التصويت المعتمدة رسمية لعرض أمره على الجمعية العمومية. ليه؟ لأنه المرشح الوحيد على منصب النائب لاعتماد فوزه بالتسكية. في حال حصوله على وده البند برضو اللي موجود في البند رقم 43 في لاحة النظام الأساسي وأحكي لكم كسة برضو البند ده لأن ده توضيح مهم جدا. لازم يحصل على كم في المية من الأصوات من إجمال الأصوات 25% طيب. السيدة العمري فاروق حصل على كم في المية؟ 94% ويمكن أكتر بحاجات بسيطة 94% من عدد الحضور تبقى للليحة النادي. وتم عرضه على الجمعية العمومية. وده الغريب في الحقيقة. ولو يعني المطلوب أن يتم عرض أمر السيدة العمري فاروق بعد سنة في الجمعية العمومية العادية علشان يتم عرضه على الجمعية العمومية بالموافقة أو بالرفض. فده مخالف تماما لكل اللوايح وكل الأعراف في الحقيقة. فبرضو دي من ضمن الجزئات المهمة جدا جدا جدا. النص الخاص بفوز المرشح بالتسكية في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي خلي بلا جاء أعمل حتة دي. متطابق تماما في السياغ الموجودة فين؟ في لائحة النظام الأساسي لبعض الأندية. زي مين؟ زي مين؟ زي نادي الظهور ونادي هليوبلس ونادي سموح واللي حصل إن عدد من المرشحين بالتسكية تم اعتماد فوزهم. خلي بلا جاء نادي الظهور تحديدا ده نادي الظهور كان فيه ثلاثة نازلين على ثلاثة مناصب عن طريق التسكية إنه ما كانش فيه مرشح قدامهم اللي هم مين بقى؟ وأنا هتكلم برضو في النقطة دي تحديدا لاحق اللي هو رئيس النادي نادي الظهور ونائب الرئيس وأمين السندوق الثلاثة نزلوا بشكل بدون أي منافس بالتسكية تم عرض أمرهم على الجامعية العمومية عن طريق التسكية موافقين عليهم وللش موافقين عليهم؟ وتم اعتماد فوزهم دون طلب عرض أمرهم مرة أخرى على الجامعية العمومية لهذه الأندية ودي الاستمارة طبعا بتاعت مين؟ بتاعت نادي الظهور تاعت الانتخابات الخاصة بنادي الظهور أو المستشار الدكتور محمد الدمرداش زاكي رئيسا لنادي الظهور تمام المستشار إهاب علي الشريتي وأيضا المحاسب علي أحمد صادق كأمينا للسندوق وتم اعتماد الفوزهم في الانتخابات عن طريق التسكية والأمور كتماشي بشكل طبيعي جدا زي ما تم تطبيقه في انتخابات النادي الأهلي بالضبط لأن صيغة كمان الليحة اللي موجودة في لائحة النظام الأساسي في النادي الأهلي هي هي نفس الصيغة اللي موجودة في لوائح هذه الأندية في بعضهم عن طريق الليحة الاسترشادية يعني حتى صيغة الليحة النادي الأهلي اللي هي مادة 43 الصيغة بتاعت المادة دي متطابق تماما للصيغة اللي موجودة في الليحة الاسترشادية اللي بيمشي من خلالها بعض الأندية واللي بيمشي من خلالها نادي الزهور وهيليوبلس وسموح وخلي بالك بقى من الجزئية دي كمان هتقول لي ما هممكن الجهة الإدارية تكون مختلفة لا نادي الزهور اللي نزل عليه في ثلاث مناصب ثلاث مرشحين عن طريق التسكية اللي هو النائب الرئيس والنائب وأمين الصندوق بيشرف على انتخاباتهم جهة إدارية واحدة وهي مين مدرية الشباب الرياضة بالقاهرة يعني الجهة الإدارية اللي أشرفت واللي تبعت واللي اعتمدت انتخابات نادي الزهور هي هي الجهة الإدارية اللي كانت موجودة للإشراف على انتخابات النادي الأهلي تمام؟ النادي الأهلي كمان التزم بالإجراءات القانونية اللي حصلت في الأندية السالف ذكرى والتزم بالذات الإجراءات واللي انتهت بالتصويت بنسبة 94% من خلال استمارة التصويت المعتمدة رسميا من اللجنة الإدارية يعني كل الأمور التزم بيها النادي الأهلي ما فيش أي شائبة ما فيش أي غلطة خالص حلو تعالي النقطة اللي بعدها لو كانت الجهة الإدارية بقى المفاوضة من اللجنة الأولمبية هي الجهة المختصة طرعا أن هناك شرط أساسي لنجاح أي مرشح بالتسكية طب ليه ما تمش النادي بالشرط ده؟ ليه ما تمش النادي بالشرط ده؟ أن فيها جماعة شرطة عشان حد يرجع أو حد ينجح عن طريق التسكية ليه ما قلوش للنادي على الشرط ده؟ وقصة عرض أمره على الجمال العمومية مرتين هو أمر يخالف كل اللوايح والقوانين والأعراف ليه ده ما حصلش مع الأندية التانية؟ ده سؤال يعني وجيه جد ليه لم يتم اختار النادي؟ بذلك عند اعتماد الجهة الإدارية ده كشوف المرشحين فده برضه من ضمن الأمور الغريبة يعني النادي الأهلي بذل أقصى ما لديه والنقطة دي مهمة قوي اللي هي نقطة إيه؟ الأستاذ أو السيد وليد الفيل اللي كان عايز يترشح على منصب نائب الرئيس وإجراءاته لم تكتمل إجراءات الترشح والراجل يعني خد حكم بصحة الإجراءات والحلوة هنا والميزة هنا في النادي الأهلي إنه عمل إيه؟ الأهلي وافق على الحكم الصادر باتخاذ كل إجراءاته القومية لتنفيذ الحكم الصادر مصلحة المرشح وليد الفيل وادرك اسمه دمن المرشحين يا أهلي كان حريص جدا إن السيد وليد الفيل يكون موجود دمن قائمة المرشحين في الانتخابات على إيه؟ منصب نائب الرئيس تجنبا لتواجد الأهلي في المحاكم أو ساحة المحاكم في الوقت الغريب بقى في الوقت إيه؟ إنه حرصت فيه اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية على الاستشكال ضد الحكم الصادر لصالح المترشح وليد الفيل يعني الأهلي ماستشكلش لكن الاستشكل مين؟ خلي بالك الأهلي ماستشكلش الاستشكل اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية ضد الحكم الصادر لصالح وليد الفيل المترشح كان على منصب نائب الرئيس كأن هناك حرص بشكل أو بآخر على أن يظل العمري فاروق هو المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس يعني تحس كده أن في حرص أن لا يعني حتى لو المحكمة حاكمت الوليد الفيل أن يخش الانتخابات اللي احنا هنطعن كلجنة أولومبية وجهة إدارية ونعمل استشكال عشان ما يترشحش وكأن فيه النية أن أنا عايز لا أخلي العمري فاروق لوحده لسبب ما يعني؟ أن العمري فاروق هو اللي يكون موجود في مترشح على منصب نائب الرئيس وحيداً النقطة بقى الأخيرة والمهمة اللي أنا بشرح لحضراتكم من خلالها كل تفاصيل لهذه الجزئية وهي خاصة بقيام اللجنة الأولومبية والجهة الإدارية بتعليق منصب نائب الرئيس وأنا بعد ما حقول لكم الجزئية دي حقول لكم تساؤل بقى يعني قيام اللجنة الأولومبية وجهة إدارية بتعليق منصب نائب الرئيس في قلعة رياضية بحجم النادي الأهل تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن بالمخالفة للوائح والقوانين ده فيه ضرر كبير جداً للنادي وأعضاءه وفوقه الرياضة التي تدعم المنتخبات الوطنية من كل اللعبات الرياضية في الوقت الذي يدعم فيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقرار المؤسسات الوطنية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً وأبداً يحابب أن يكون فيه استقرار في كل المؤسسات الرياضية لكن اللي بيحصل في الحقيقة يعني مخالف تماماً لهذه الجزائية أنا هنا عايزة أسأل سؤال وسؤال مهم وإحنا شفنا بيان النادي الأهلي بالأمس بيان مفصل جداً في الحقيقة وفيه كل النقاط المحتاجة إجابات أو كل الأسئلة المحتاجة إجابات لكن هنا السؤال انتخابات النادي الأهلي نزل فيها كل المناصب كان عليها أكثر من مرشحه وفيه منافسة مع ده منصب نائب الرئيس فحصلت الكسة دي وفيه الاعتراض من جهة الإدارية وكل هذه الجوانب هنا سؤال ماذا لو كان الكابتن محمود الخطيب نزل لوحده عشان يتم اعتماد نجاحه بالتسكية من خلال لوائح والقوانين ويتم برضه تواجده فيه كشوف المرشحين بالشكل ده وفيه استمرارات التصويت ولو كان كمان مع النائب العمر فاروق هو ومنصب أمين الصندوق كمان لو مثلا المهندس كان المشتاجي التلاتة كانوا مرشحين بالتسكية كان حيتم تعليق تواجدهم في مجلس إدارة النادي الأهل لمدة سنة مهينة السؤال وعلى فكرة موقف ده مشابه شوية لنادي الظهور ما تمش تعليق أي حد ما تمش عرض موقف أي حد على الجماعة وممية مرة أخرى بعد سنة فلو كانت تلاتة سواء منصب الرئيس أو النائب أو أمين الصندوق التلاتة نزلين لوحدهم ما فيش أي منافس قدامهم أو أي مرشح آخر قدامهم كان حيتم تعليق تواجدهم في مجلس إدارة النادي الأهل طيب الجوانب المادية والأمور المالية مين اللي كان حيحلها مين اللي كان حيشتغل فيها طيب هنا السؤال الآخر لو كان مجلس الإدارة بالكامل أو كل المرشحين كل المرشحين نازلين ما قدامهمش منافس يعني عندك تلاتة رئيس ونائب وأمين صندوق وسبعة أعضاء بس ترشحوا فوق السن وإتنين بس تحت السن بالتسكية وكانوا هياخدوا موافقة الجامعية العمومية تمام؟ كان إيه اللي ممكن يحصل؟ كان حيتم تعليق مجلس الإدارة بالكامل لمدة سنة لحد ما يبقى فيه جامعية عمومية عادية وتوافق تاني أو ما توافقش؟ فدي حاجة غريبة بصراحة فلا حبيت أن أتكلم لحضراتكم ووضح لحضراتكم كل النقاط وكل التساؤلات اللي بتشغل أزهان كل جمهوري كرة مصرية بخصوص هذا الملف تحديدا من مبارح لحد النهاردة ونبقى في الصورة واحدة واحدة وكل النقاط بالتفاصيل تبقى موجودة فلغاية دلوقتي ما فيش أي مبرر لعدم اعتماد فوز السيد العامري فاروق كنائب رئيس للنادي الأهلي رغم اعتماد الجهة الإدارية ورغم الختم اللي كان موجود على استمرارة التصويت ورغم كل الإجراءات الصحيحة اللي تم اعتمادها من كل الجهات المختلفة المختصة فهنا أمر ده غريب وفي تساؤل كتير جدا في الجزئين النهاردة في الحقيقة النادي الأهلي أرسل طلب أو يطلب من وزير الرياضة واللجنة الأولمبية اعتماد فوز العامري فاروق منصب نائب الرئيس وشرح فيه بعض الأمور المهمة جدا ووضح فيه وجهة النظر ووضح فيه كل إجراءاته اللي تم اتخاذها بشكل صحيح وفي انتظار الرد من وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بخصوص هذا الملف أنا ووصل كل استقنق بإذن الله بإذن الله تعالى هيتم حل هذا الملف بالشكل الصحيح طبعا لأنه محدش أكيد عايز يعمل حاجة غير قانونية إطلاقا ويتم حل هذه الجزئية بشكل كامل إن شاء الله بإذن الله ده فيما يتعلق بملف السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي هنروح لفاصل بعد الفاصل عندي بقى جزئية أخرى غاية في الأهمية هنتكلم فيها بتفاصيل كتير وهوضحها لحضراتكم بشكل أكبر في جانب خاص بعيد عن جزئية النادي الأهلي استنونا بعد الفاصل بصراحة اللي بيعمله الكابتن عصاب فتاح جريب جدا جريب جدا وحاجة الواحد مش عارف يستوعبها أو مش قادر يستوعبها الرجل تصرحته مبارح أنا ما تبعتهاش على الهوى بس جبت اليوتيوب وسمعتها وأنا جاي في السكة عشان أعرف الرجل قال إيه بالضبط عشان نقف عنده كل نقطة وبالمناسبة الاحترام والتقدير كامل للكابتن عصاب فتاح رئيس لنجلس الحكام في اتحاد المصري الكورت الكادر احترام كامل لشخصه تمام؟ نحن نتكلم جانب مهني وشغل لازم أأكد على الجزئية دي لكن هل هل في حد في الشعب المصري كله كله أي حد ماشي في الشارع بما فيهم أصدقائنا وحبيبنا الزمال كوية قبل أي جمهور لأي نادي تاني بما فيهم الزمال كوية أول ناس لو أنت ماشي كده بشكل تلقائي ولقيت واحد ماشي جنبك في الشارع وسألت وقلت له بعد إذنك سؤال بس ضربة الجزاء بتاعة سيراميكا اللي ما تحسبتش في آخر دقيقة قدام الزمالك صحيحة ولا غير صحيحة كان لازم تتحسب ولا لا حيقول لك أنت بتأذر طبعا ضرب الجزاء إحنا مش عارفين إزاي الحكم ما حسبهاش أي حد في الشعب كله طب بلاش الشعب كله بلاش الشعب مصري كله اسأل أي حد في الدنيا كده ابعت لأي حد على السوشيال ميديا قوله سيراميكا يستحق ضربة الجزاء قدام الزمالك ولا لا حيقول لك ما شفتش أعرض له اللقط وره هاله وبعته له حيقول لك طبعا ضربة الجزاء هي ما تحسبتش هتقول له ما تحسبتش عيد حك بس ما فيش حد في الكون يقدر يقول إن دي مش ضربة الجزاء بما فيه منزمة الكوية قبل الأهلوية منطفقين منطفقين لكن الكابتن عظام على الفتاح مستمر في معاجة الخطأ بخطأ أكبر منه اللي هو نعمل إيه أنا أطلع دافع دفع مستمية أنا مليش دعوة أنا مليش دعوة مليش فيه يا باشي أنا مليش دعوة هو غلط لا ما غلطش هو صح الأسخن بقى كم من كده إيه قال لك أنا بعدت اللقطة دي لخبير في الاتحاد الدولي علشان يول رأيه وقال إنها لا تستحق ضربة الجزاء أنا نفسي أعرف نفسي أعرف مين هو الخبير في الاتحاد الدولي ده ولو اتحاد الدولي كده أعرفوا إن الخبير ده قال على كرة دي مش ضربة الجزاء بالمناسبة والله يا جماعة الموضوع اللي ليه علاقة بأهلي أو زمالي لو القصة مثلا تتعلق بمضش المحلة مع المصري أو الإسماعيلي مع أي حد هنتكلم في الجزئية دي هنتكلم على أخطاء تحكمية فجة غير طبيعية ما تقوليش إمكانيات الحكام أوكي ممكن تكون على قده لكن حين جابل لهم والله الفار جابل لهم الشاشة الفار ده عارفينه عشان يرجع يبص عارف لو ما كانش فيه فار هنقول يبقى خطأ تقدير من الحكم ده حتى الحكم مرجعش للفار ما يكلفش خطره في لقطة حتى تستحق يا سيد لو أنت شايفها تستحق إنك ترجع للفار تشوفها وتيجي واخد قرارك بس على الأقل نفذ أو استخدم التقنية استخدم بس التقنية فحاجة غريبة جدا مين بقى هوت الخبير التحكيم إحنا عايزين نعرفه مين الخبير في التحدي الدولي ده طب طالما أنت بتروح لخبير في التحدي الدولي طب أنت حضرتك إيه يعني يا كابتن عصام تحريرك مفروض حكم دولي كبير عندك خبرات كبيرة تقدر تحكم الكرة دي دار بالجزاء أو مش دار بالجزاء مش محتاج خالص إنك تروح لخبير وما تدور حضرتك إيه يا كابتن يعني دور حضرتك إيه في الجزئية دي أنا كمان مش عاجبني في تصرحاته أن يقولك إيه الناس اللي بتطالب بلجنة حكام أجنبية ده ضد الدولة دولة يا كابتن عصام يا كابتن عصام إيه أنت بتقوله ده ده كل مداخلة أي حد معترض معاه في وجهة النظر يقولك ضد الدولة دولة إيه ده إحنا الدولة دي أهم حاجة بالنسبة لنا كلنا فوق أي حاجة فأنت بتودينا سكة تانية ليه إحنا بنتكلم في كورة يا كابتن إحنا نتكلم في أخطاء تحكمية فحاجة غريبة جدا فأنت بتعالج الخطأ بخطأ أنا لو كانوا أو أي حد في الدنيا ما كانوا حيطلع يقولي يا جماعة بصراحة الرجل غلط في الجزئة دي طبعا ما حتطلع تتكلم وهو كل شيء يقولي أنا مكنتش نوع أتكلم بس حتكلم مكنتش نوع أتكلم طب ما تأخذ كرير ما تفضل تتكلم زي ما حارك بتتكلم يا ما تتكلمش فدي أمور غريبة جدا والمشكلة الأكبر قال لك أنا بقول بصوت عالي الكرة مش ضرب الجزاء بصوت عالي بثقة طب إزاي إزاي كرة دي مش ضرب الجزاء فحاجة من ضمن الحاجات الغريبة أو اللي بيعملها الكابتن عصان فتاح النقطة الأهم في تصرحاته بقى كويسة أن أنا افتكرتها كل شوية يقول لك خلال المدخلة التلفزيونية قال لك أنا شغال متطوع أنا شغال بدون مقابل كل شوية كل شوية كل شوية لا يا كابتن لو مش عاجبك الشغل المتطوع خلاص ما تشتغلش يا كابتن سيب المنصب ويمشي ما عليش يا كابتن حالك مش بتجب علينا يعني انت مش بتجب علي الكرة المصرية يا كابتن انت مفروض بتخدم الكرة المصرية لما تيجي تخدمها تخدمها صح لما تيجي تخدمها قول تصرحات متزنة تصرحات معقولة نقدر نفهمها نقدر نقتنع بيها تكون منطقية لكن مش كل شوية هتيجي تقول لي إيه أنا بشتغل متطوع أنا ما بخدش جنيه من أي حاجة أنا بعملش لا يا كابتن لو حرجتك وده حقك وده حقك كل الحق ما فيش حد بيشتغلش من غير فلوس أو ما فيش حد بيشتغل من غير فلوس ده اطلب فلوس أو شوف شغلانة تانية تاخد منها فلوس لكن مش كل شوية حضرتك هتقول للمنظومة الرياضية الكروية في مصر أنا يا جماعة بشتغل متطوع لا حضرتك مش بتجب علي الكرة المصرية مش بتجب علي حد يا كابتن فدي حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا جدا انت صرحات بصراحة أول ما الواحد سمحها قاعد يتحك مش أنا بس كلكم مش كجانب ترياءة على الكابتن عن صدفة حاشل الله طبعا لا طبعا لا راجل ليه كل الاحترام والتقدير لكن العشان هي تصراحات مضحكة هي تصراحات لا تفهم تصراحات غريبة تصراحات بتكا طبعا نقول لك الهاجة ما عليش تستحملوا شوية في الملف ده لان نبص التحكيم احنا مستنى بقالنا سنتين تلاتة بنتكلم في مشاكل التحكيم مفيش تترجمنا الفار غيرنا لجان حكام وقلت لحرككم قبل كده ان اللجنة اه ممكن الرئيس بتاعات غري لكن اللجنة هي هي فاكرين كلامنا اللي قلناه من السبعين اللجنة هي هي اللي موجود كابتن وجيه احمد كابتن عزب حجاج هم هم الناس اللي كانوا أصلا موجودين وبيديروا اللجنة الحكام السياسية هم اللي بيعينوا لحد الوقت مش كابتن عنصان فتاح لابعيد تاني وبأكد على معلومة مؤكدة انا بقولها لحضراتكم فاحنا عملين نحاول الدنيا تتضبط في الجانب التحكيمي في مصر بس ان فيش حاجة تتضبط فانا دلوقتي كحكم بقى الجزئية دي انا دلوقتي كحكم بسمع رئيس لجنة الحكام بتاعي بيدافع عني طول الخط حتى لو انا غلطة خلاص بقى هشريت مغي بقى هنزل حكم ما هو فيه اللي بيدافع عني هاخد اي قرار من غير ما حتى افكر او من غير ما راجع الفار ما هو فيه اللي بيدافع عني فيه اللي بيسقفلي على كل حاجة بعملها صحة او غلط لو صحة كلنا نسقفل لكن لو غلط نقول اخطأ عشان غيره يتعلم وعشان هم يتعلم وعشان نتفدأ الاخطاء التحكمية في القرى المصرية هيبقى فيه اخطاء بس مش بالشكل ده جماعة حتى في ظل وجود الفار فانا مش عارف مش عارفي حل ايه مع كابتن عنصر فتاح انا بطلب من كابتن عنصر فتاح بعد اذنك ترمى حضرتك في المداخلة قلت ان انا بفكر امشي بعد اذنك يا كابتن ياريت ياريت لو حضرتك مش قادر لو حضرتك مش قادر تطور وتشتغل صح كرئيس لاجنة الحكام بعد اذنك خلاص اعتذر بدل ما كل شوية انا شغال متطوع انا شغال مش عارفيه وكلام من ده فنتمنى ان الكابتن عنصر فتاح يرجع اموره كده ويراجع تصرحاته ويفكر في تصرحاته قبل ما يقولها ويفصل ما بين كل شيء والاخر عشان بيتم اقحام كده حاجات في بعض والدنيا بتبقى عاملة كده والدنيا بتبقى غلط وخالص ده فيما هتعلق بالتصرحات الكابتن عنصر فتاح هنروح لفاصل سريع بعد فاصل تعالوا نكمل اخبار الاهلي في السوشيال ميديا وبعض الحسابات الرسمية اهلا بحضراتكم من الجديد خلينا ناخد الاخبار التي تقلت على الاهلي في السوشيال ميديا بالتحديد على الحسابات الرسمية المختلفة نبتدي بالحساب الرسمي للأهرام على تويتر اللي بيقول ان المسلمان يجتمع مع سيد عبدالخفيز للترتيب لمعسكر الامارات ويعني بيتم الاتفاق على كل الاجراءات الخاصة بالمعسكر موعيده مبارياته الودية مقر اقامة النادي الاهلي هناك في الامارات ان شاء الله يكون المعسكر موفق جدا في اطار استعداد الاهلي لما هو بعد فترة التوقف اللي حتشمل مطشين مهمين جدا بعد فترة التوقف عندك فيتشره بيرميتس قبل فترة التوقف اخرى خاصة به بتوتر الامار افريقية ان اقيمت يعني فمطشين هيكونوا مهمين اوي فانت بتحضر نفسك كمان لتحديات اخرى كمان غاية في الاهمين خلينا نروح لحساب يلا كرة على تويتر باختيار متابعيني الله كرة بيرسي تو افضل لعب في الجولة السادسة من الدوري المصري وده طبعا بعد ما تقلق في مباراة سمحة او احرز هدفين وهي عمل مباراة كبيرة جدا منهم هدف كان اكثر من رائع بيرسي هدف الدوري المصري برصيد خمس اهداف متسلسويا مع احمد سيد زيزو لعب نادي الزمانية يلا كرة كمان بيتكلموا على قبل اجراء قرعة البطولة غدا بكرة طبعا قرعة كاس العالم الاندية اللي مشارك فيها النادي الاهلي المشاركة دي هتكون رقم كام؟ رقم سبعة في تاريخ النادي الاهلي عدد كبير جدا من المشاركات ما شاء الله لكوات اللي بلاه ان شاء الله يكون فيه اكتر من كده لأهلي شارك في ست مناسبات قبل كده 2005 و2006 و2008 و2012 و2012 و20 قدر الأهلي في المشاركات دي كلانا هو يحقق الميدالية البرونزية مرتين مرة كان من خلال فوزه على كلاب امريكا بنتيجة 2-1 لو نفتكر ومرة من خلال فوزه على بالميرس بضربات الجزاء الترجحية بالمناسبة بالميرس كمان مشارك في البطولة المقبلة طبعا بعد فوزه وهو ده الخبر اللي معانا من في الجول بالميرس البرازيلي والأهلي وشاركان المرة السنية على التوالي في كأس العام الأندية الأهلي توجه بدور الأبطال فيه آخر النسكتين وكذلك بالميرس بكوبا لبرتادوريس المرة التانية على التوالي الفريين طبعا زي ما حضركم عارفين اتابله قبل كده في البطولة اللي فاتت وقدر الأهلي انه هو يفوز بالميدالية البرونزية على حساب بالميرس من خلال ضربات الجزاء الترجحية خلينا كمان ناخد أمر آخر أو خبر آخر من ضمن الأخبار اللي احتدنا عليها يعني يعني ما ينفعش كده نطلع حلقة من غير ما نلاقي خبر على كهرباء إن فيه أزمة أو فيه مشكلة يعني فاليوم السابع بيقولك إيه احنا بنكشف سر الانقلاب على كهرباء واقتراب رحيله عن الأهل طيب تاني يا جماعة وثالث وعشر كهرباء موجودة مستمرة مع النادي الأهل هل فيه أزمة؟ ما فيش أي أزمة هتقولي طب انت بترد أنا لازم أوضح لحضراتكم كل مرة كل ما حلقة خبرك أنا لازم أوضح لحضراتكم الأمور ماشي إزاي الموقف بالنسبة لكهرباء متعلق ببعض الجوانب الفنية موجة نظر فنية خاصة بالمدرب المدير الفني مستر بيتسو مزيمان لكن لا فيه أي مشكلة ولا فيه أي أزمة ولا فيه أي حاجة يعني وكهرباء يتشغل كويس جدا وفي التدريبات ما شاء الله ماشي بشكل جيد القرار الأول والأخير للمدير الفني وده اللي بيحترموا كهرباء ولي بيحترموا كل الجماهير الجماهير النادي الأهلي لأن الهدف الأول والأخير هو مصلحة الفرق في كل الأحوال يعني فما فيش في الاقتراب رحيل ولا أي حاجة يعني ممكن يبقى فيه متغيرات لكنها بكلم لحد اللحظة دي لا حد ماشي ولا الأمور زي ما بنسمحها دايما أو بنقرها في الحسابات الرسمية المختلفة الواطن سبورت بيقول كبار الأهلي يتدخلون لسماع كهرباء كبار الأهلي يتدخلون لحل أزمة الكهرباء وعلى أسماعي هو أصلاً لا يوجد أزمة عشان كبار الأهلي يتدخلوا وقصدهم يعني كبات الفريق في الأهلي لو في أزمة أكيد بيبقى لهم دور بالمناسبة وهذا أمر مهم جداً لكن لا يوجد أزمة وموضوع جانب فني بحت لو كان في أزمة كان الأهلي أعلن عنها زي ما أعلن عن أزمة قبل كده مثلاً وأعلن عن العقوبة بتاعتها فدا أمر مهم جداً طيب ده فيما يتعلق بأخبار الأهلي في السوشيال ميديا هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل استنون طيب خلينا نشوف الجانب المحلي وآخر الأخبار المهمة على الساحة الرياضية المصرية ونبتدي بالاتحاد المصري للكرة القدم وكل التفاصيل الخاصة بعمومية اتحاد القرى إنها تعتمد تعادلات لقاحة النظام الأساسي التعادلات اللي أكرتها العمومية طريقة كالآتي ده من خلال طبعاً حساب يلق قرى على تويتر أولاً إجراء انتخابات مجلس إدارة أو إدارة اتحاد القرى أو التسكية بنظام القائمة المغلقة المطلقة ما يترطب على ذلك من تعادلات في قواعد الانتخابات سنياً تخفيض العدد المطلوب لدعوة لإنقاذ الجمعية العمومية غير العادية اللي يكون 25% بدل من 50% سليساً تكليف في لجنتين الاندباط والاستقناف والاتحاد بتولي إدارة العملية الانتخابية والتي تشمل عملية فحص أوراق الترشح والانتخاب بدلاً من اللجنة السلسية لإتحاد القرى رابعاً تطبيق بند 8 سنوات على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصر للكرة القدم الصابقين حالة معاوداتهم للترشح مرة أخرى خامساً إجراء تعديل في شروط الترشح يتيح الفرصة للترشح لكل من من له خبرة في مجال كرة القدم بدون حصرها في اللعبين والحكام والمداربين والصابقين وعضاء مجلس إدارة يعني الكصة دي شائكة شوية يعني فيها كلام كتير وكذا إضافة عبارة وفي جميع الأحوال اللي يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها تمشيرها مع شروط الترشح في كافة الانتخابات مختلفة أنواعها لنواب والشريخ والاندية والاتحادات طيب خلينا أخذ خبر آخر وده من خلال المصري الرياضي على تويتر والذي يقوله سفير مصري في القطر يستقبل بعثة المنتخب الأول لكرة القدمة احنا عرفين المنتخب وصل إمبرح بالليل قطر عشان يشارك في كأس العرب اللي هتبتدي إن شاء الله بإذن الله يوم 30 من الشهر الجاري أو المطس المنتخب الوطني هيكون يوم واحد أمام منتخب لبنان في المجموعة بتاعتنا إن شاء الله تصريحات للكابتن هو قيل جمع من خلال كورة بلس وحسابهم رسمي على تويتر بيقول إحنا هنعيش في البطولة العربية أجواء المنديال وقال سنبذل قصارة جهننا للتطويق بكأس العرب أكيد هو هدف لكن مش يعني مش هو ده الأهم أعتقد بالنسبة للجهاز الفني الأهم هو يعني إيجاد تشكيلة مناسبة للمنتخب بخلاف طبعا المحترفين لما نضموا الاستقرار على مدى يعني جودة اللاعبين اللي يصلحوا التواجد في منتخب مصر لأن فيه بعض الوجوه الجديدة وده أمر مهم طبعا بكل تأكيد في نفس الإطار من خلال حساب في الجول بحثة الأخضر السعودي تصل إلى العاصمة القطرية استعدادا للمشاركة في كأس العرب إحنا عارفين السعادية بيلعبوا البطولة دي بالشباب برضو واخدينها بأهداف مختلفة خاصة بهم وده كان قرار من كل كمان سكور الجديان في الضوحة منتخب السودان يصل إلى قطر لمشاركة فيه كأس العرب وخلاص الكل بيتوافد على قطر لمشاركة فيه هذه البطولة وإن شاء الله بإذنكم بطولة ممتعة وجيدة جدا ده فيما يتعلق بالترند المحلي وآخر الأخبار والتفاصيل خلينا نروح بقى للمشاركات وتفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة نبتدي بفتحي زيدان سؤال طبعا من وجهة نظركم كانت أفضل نسخة للأهل في كاس العالم فتحي زيدان قال صراحة المرة الأولى 2006 خلنا البرونزية دي ما كانتش المرة الأولى بالمناسبة فتحي كانت المرة التانية مرة الأولى شركنا في 2005 ما كناش موافقين إطلاقا 2006 هي من وجهة نظرها هي أفضل مشاركة كان هدفة بطولة بطريكة بسلسس الأهداف وقدم الأهل فيها قرة قدم جميلة ده فعلا والسنة آخر نسخة القضية ممكن والنتيجة بالبرونزية التانية بأداء قوي وروح الأهل إن شاء الله المرة جاية تكون أفضل وربنا يكرم أن تكون الأولى في الجزيرة بإذن الله تعالى طيب خلينا كمان ناخد أحمد سيد واللي قال النسخة الأخيرة لأنها بعد القضية ممكن ماشي القضية ممكن أكيد يعني مهمة جدا بالنسبة لكل جمهوري النادي الأهلي يعني نفسنا طبعا في أحسن من كده بكل تأكيد محمد قال آخر نسخة لأنها كانت على حساب وصفنا التاريخي ماشي إن هو نادي الزمالك طبعا ووائل السحراوي قال النسخة الماضية بجانب نسخة 2008 أهلاوي وأفتخر طيب دي كانت تفاعلات حضراتكم معنا من خلال ترند أو من خلال طبعا سؤال حلقة النهاردة في الترند وأمور كتير كده كانت مهمة تكلمنا فيها على مدار الحلقة سواء في الجانب اللي بتعلق بأخبار النادي الأهلي على مختلف المستويات أخبار الفرقة وتعلقنا كمان على كل الأمور اللي بتتقال على الأهلي في السوشيال ميديا دي كانت حلقتنا النهاردة ليس لدينا المزيد غدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج استدنا إلى اللقاء